مسرحية هزيلة بإخراج مبتذل هو الوصف الأقرب لما جرى مع ميليشيا حزب الله الموضوع على قوائم الإرهاب حينما حاول رئيس الوزراء كما يزعم إثبات هيبة الدولة فلم يثبت وجود الدولة أصلا أن يقبض على متهم في يده كل الأدلة الجرمية يعني في ميزان القضاء أن الأمر خرج من دائرة الإنكار والاعتراف لكن أن يعتقل مسلحون في مصنع للصواريخ وتهمتهم إطلاق الصواريخ ثم يخرجون بين ليلة وضحاها لعدم كفاية الأدلة فهذا لن يحدث إلا في العراق حيث الديمقراطية المنشودة بين نافي ومؤكد تحدثت مصادر الميليشيات عن إطلاق صراح عناصر ميليشيا حزب الله الذين اعتقلوا في الدورة بينما أصر البعض على أنهم معتقلون في محاولة لإيهام الناس أن الوضع في العراق قد تغير ولا سلطة لأحد فوق القانون ساعات قليلة حتى بثت الميليشيات صور المعتقلين وهم في مقر لميليشيا الحشد أحد نواب البرلمان عن تحول في فتح أكد أن قاضي التحقيق أطلق صراحهم لعدم كفاية الأدلة كل هذا الضجيج ولم تخرج الحكومة عن صمتها ربما هذا أقصى ما تستطيع فعله إن لم يخرج الكاظمي بذات نفسه ليعتذر من عناصر الميليشيات المتهمة أيضا بقتل المتظاهرين ما جرى لا يؤخذ كخبر عابر فحسب بل يكشف جوانب من حقيقة الوضع في العراق وهل يصح التعامل مع السلطة القائمة كدولة ذات سيادة سؤال تجيب عنه صور عناصر الميليشيات وهم يحرقون صور الكاظمي أو تصريحات قادة الميليشيات المتباهين بسطوتهم على الدولة لكن أحدى المفارقات أن القضاء في العراق واصل الليلة بالنهار عبر ساعات تحقيق طويلة للإفراج عن مسلحين خارج إطار الدولة ألقي القبض عليهم في مصنع صواريخ هو ذات القضاء الذي يبقي عشرات الآلاف من المعتقلين لسنوات طويلة بدون تهمة أو قيد التحقيق أو يطلق أحكاما بالإعدام والمؤبد بناء على اشتباه أو وشاية مخبر سري لا يحتاج العراقيون لمزيد من الأدلة على فساد النظام الطائفي الحاكم لكن قد يستغربون ممن لم يتعلم الدرس طوال 17 سنة وما زال يعقد الآمال على حكومات تنتجها الميليشيات والأحزاب حتى قال أحد النواب متهكما لا يختلف الكاظم عن سابقه عبد المهدي سوى بالوزن فقط